وبموازات مع هذا الوضع الشرعي والطبيعي هناك مع الأسف عالم آخر منفصل عن الحقيقة ما زال يعيش على أوهام الماضي ويتشبث بأطرحات تجاوزها الزمن فهناك من يطالب الاستفتاء رغم تخلي الأمم المتحد عنه واستحالة تطبيقه وفي نفس الوقت يرفض السماح بإحصاء محتجزين بمخيمات دوف ويأخذهم كرهاء في ضروف يرثى لها من الدل والإهانة والحرمان من أمسة الحقوق وهناك من يستغل قضية السحراء للحصول على منفذ على المحيط الأطلسي لهؤلاء يقول نحن لا نرفض ذلك والمغرب كما يعرف الجميع يقترح مبادرة دولية لتسهيل ولوج دول الساحل للمحيط الأطلسي في إطار الشراكة والتعاون وتحقيق التقدم المشترك لكل شعوب المنطقة وهناك من يستغل قضية السحراء ليغطي على مشاكله الداخلية الكثيرة وهناك كذلك من يريد انحراف بجوانب القانونية لخدمة أهداف سياسية ضيقة لهؤلاء أيضا نقول إن الشراكات والاتزامات القانونية للمغرب لن تكون أبدا على حساب وحدته الترابية وسيادته الوطنية ترجمة نانسي قنقر